الحرب في أوكرانيا التي دخلت شهرها السابع خلقت أزمة طاقة تحاول دول الغرب الخروج منها أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي عبر عدة خطوط إمداد أولها نورد ستريم واحد الخط الأهم الذي يثير حاليا كثيرا من الجدل يمتد على طول ألف ومائتي كيلو متر ويمر عبر بحر البلطيق من الساحل الروسي إلى شمال شرقي ألمانيا له قدرة على ضخ نحو خمسة وخمسين مليار متر مكعب من الغاز السنوية يليه خط أنبيب مزدوج نورد ستريم اثنان بنفس الحجم استكمل العام الماضي لكن ألمانيا رفضت اعتماد تشغيله بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا ثم هناك خطو يامال أوروبا الذي يعبر بيلاروسيا ثم بولندا وصولا إلى ألمانيا ويمكن أن يعمل في الاتجاه المعاكس أي في اتجاه الشرق فوعل منذ ديسمبر العام الماضي يدخل غاز من ألمانيا إلى بولندا له قدرة على ضخ 33 مليار متر مكعب من الغاز في السنة إلا أن روسيا قامت بإغلاقه أيضا ردا على العقوبات الأوروبية ثم هناك خط بلو ستريم الذي يعبر من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا له قدرة على ضخ 16 مليار متر مكعب سنوية خط ترك ستريم يمتد عبر البحر الأسود إلى تركيا وجنوب أوروبا له قدرة على ضخ 31.5 مليار متر مكعب من الغاز هناك أيضا خطوط أنبيب الصداقة للغاز تمتد من روسيا عبر أوكرانيا للشحن إلى أوروبا عبر سلوفاكيا تصل طاقتها إلى 32 مليار متر مكعب سنويا الحرب الروسية على أوكرانيا فرضت تغييرات على الدول الأوروبية التي بدأت بالاتفاق على طريق يقلل اعتمادها على الغاز الروسي خاصة مع اقتراب فصل الشتاء